موسيقى رشا يعني روسيا إذن هذا الجو بيتضمن دولة روسيا وكما الشمال أمريكا وأسترائيا وروسيا بيتضمنها هذا المناخ التنجرة معظم أو عادة بيكون الجو بارد فترة الصيف بتكون كتير قليلة أو فترة ارتفاع درجات الحرارة كتير قليلة there is a very little rain في مطر قليل ومطرها قليل this means that not many trees can grow بما أن في مطر قليل فبيأثر على الأشجار مش حكينا هو بيأثر على النباتات وعلى الإنسان والحيوان فلما تكون أمطار قليلة بتأثر على النباتات فما بصير فيه نمول الأشجار غير اللغابات المطيرة اللي بتكون فيها أمطار معظم أيام السنة فlittle rain معناها مطر قليل ما يميز مناخ التنجرة موجود في روسيا وكمان في نورث أمريكا في شمال أمريكا بعادة هو بارد فترة الصيف بتكون كتير قليلة فيها مطر قليل فبالتالي بينمو شجيرات صغيرة ما بتنمو الأشجار الكبيرة بسبب قلة الأمطار الآن number two ننتهينا من التنجرة ننتقل على mountain mountain areas المناطق الجبلية mountain areas المناطق الجبلية this is number three المناطق الجبلية the highest of the mountains determines the climate مناطق الجبلية كل ما ارتفع الجبل عن مستوى سطح البحر كل ما كان درجة الحرارة أعلى الآن ارتفاع الجبل بحدد درجة الحرارة عفوا كل ما ارتفع الجبل أو كان ارتفاعه أعلى كل ما كان بارد كل ما كان بارد the highest of the mountains determines the climate فيه ارتفاع معين كل ما يفرق اختلاف أو ارتفاع الجبل بيأثر على درجة حرارته نمبر فور areas that have a cool temperate cool temperate معناها معتدل بارد الجو اللي بيكون فيها معتدل معتدل cool temperate نمبر فور معتدل بارد كيف الجو المعتدل بارد northern Europe الشمال أوروبا and the USA وامريكا بيضمن ذوء دول شمال أوروبا وأمريكا there is rain almost all year فيها مطر خلال العام هذا اللي بيكون معتدل بارد cool temperate المعتدل بارد بيشمل مناطق northern Europe شمال أوروبا and the USA وكمان منطقة أمريكا USA all the year فيها كمان مطر في معظم أيام السنة the summer are usually warm فترة الصيف بتكون warm دافئة and the winters are not very cold والجو كمان بيشتم ما بيكون كتير بارد عشان هيك نحن سميناه temperate معتدل معتدل يعني معتدل بدرجات الحرارة وبدرجات البرودة تمام؟ بيشمل شمال أوروبا وبيشمل شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة